بسم الله الرحمن الرحيم هل توجد أكثر من أرض وهل توجد كائنات غيرنا في هذا الوجود الحقيقة هذا السؤال يدور في ذهن كثير من الناس علمياً ماذا وجد العلماء أيها الأحبة اليوم في القرن الحادي والعشرين نحن الآن في عام الفين وثلاثة وعشرين لدى العلماء تأكيد ويقين بأن هناك مليارات الكواكب الشبيهة بالأرض الموجودة في أرجاء الكون مبثوثة وموزعة في الكون وهذا اليقين جاء من خلال دراسات علمية أيها الأحبة وجاء من خلال أبحاث واكتشافات ومشاهدات وأحصائيات وأرقام إذن أحبة في الله المؤكد هو وجود كواكب شبيهة بالأرض يقول العلماء في مجرتنا يمكن أن يوجد أكثر من سبعة عشر مليار كوكب شبيه بالأرض فتخيل في مجرة واحدة هناك سبعة عشر مليار كوكب شبيه بالأرض طيب هذا العدد الهائل من الكواكب هل يعقل أن يكون هناك فقط حياة على كوكب واحد والأرض؟ لا أكيد ثم إن النيازك المتساقطة على الأرض هذه النيازك عندما فحصها العلماء وأخضعوها للتحليل بالمجهر الإلكتروني ماذا وجدوا؟ وجدوا شيء عجيب أيها الأحبة أن هناك جزيئات عضوية التي هي أساس الحياة يعني هناك جزيئات عضوية بدائية موجودة ومنتشرة بكثرة في معظم النيازك التي سقطت على الأرض وبالتالي هذا يضيف دليلا علميا على وجود حياة من نوع ما في الكون قد تكون حياة بدائية أو متطورة القضية الثالثة أن حجم الكون كبير جدا المؤكد أن هناك أكثر من مئة مليار مجرة المليار هو ألف مليون تخيل معي أخي الحبيب مئة ألف مليون مجرة وتخيل أيضا أن كل مجرة فيها أكثر أو أقل بقليل أو أكثر من مئة ألف مليون نجم مجرتنا هذه التي شمسنا هي نجم من نجوم هذه المجرة فيها يعني يصل عدد أحيانا بعض التقديرات أربعمائة مليار نجم فيها أربعمائة مليار شمس لأن الشمس هي نجم بالنتيجة يعني هذه النجوم التي نراها في السماء هي شموس منها ما هو أكبر بكثير من الشمس وهو ما هو أصغر منها فأمام هذا العدد الهائل مئة ألف مليون مجرة في كل مجرة مئة ألف مليون نجم وهذه النجوم هي شموس تدور حولها كواكب فهناك احتمال مؤكد لوجود عدد هائل من الكواكب التي فيها أنواع مختلفة من الحياة لا نعلمها لا نعرفها واحتمال وجود الماء في الكون احتمال كبير لأن الماء متوزعة في الكون أحبتي في الله عثر العلماء أيضا خلال النيازك المتساقطة قاموا بتحليلها عثروا على آثار من الماء هناك آثار من الماء في كوكب المريخ وفي القمر وفي معظم الكواكب التي تم الاقتراب منها وتصويرها هناك نجوم تبث الماء درجة حرارة عالية جدا وتضخ الماء في الكون هناك ماء متجمد في الكون هناك كميات هائلة من الماء مليارات تريليونات وتريليونات من الأطنان من الماء منتشرة في الكون والماء هو دليل على وجود الحياة لأن الحياة تحتاج إلى الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي لذلك هنا من الناحية العلمية نحن متأكدون أن هناك كواكب شبيهة بالأرض هناك بعض الكواكب تم تصويرها أيضا وتمت دراستها وتم رسم صور يعني تخيلية لها واحتمال وجود حضارات متطورة هذا الاحتمال موجود واحتمال أن يكون هناك كائنات بدائية عاشت على المريخ أو عاشت على كواكب أخرى أو تعيش اليوم في مجرات البعيدة أيضا هذا احتمال مؤكد طيب هل يمكن أن نلتقي مع هذه الكائنات؟ نعم ما الممكن لأن هذا الكون مفتوح كما أن الإنسان صعد إلى القمر وصعد إلى المريخ عبر هذه بعض المراكب الفضائية هذا الأمر يمكن أن نجد كائنات تصل إلى الأرض ذات يوم وقضية الأطباق الطائرة التي يعني أفصح عنها البنتاجون مؤخرا ونشر بعض المعلومات هذه القضايا كلها إذا ربطتها مع بعضها تدرك أن لقاء لقاءنا مع كائنات فضائية غريبة أمر حتمي لذلك العلماء اليوم يرسلون إشارات للكون البعيد هناك دراسات وأبحاث واكتشافات يومية حول هذا المجال إذن انظر معي أنا الآن سأخذك إلى آية قرآنية تلخص كل هذا الكلام الذي سمعته الآن أخي الحبيب أول شيء قلنا هناك كواكب شبيهة بالأرض أحد العلماء يقول إن الحياة موزعة في الكون مبثوثة يعني القضية ليست قضية كوكب الأرض وكوكب آخر شبيه بالأرض فقط لا هناك نظام لتوزع الحياة في الكون في كواكب عبر المجرات والمجرات البعيدة وعبر مجراتنا حتى ولكن حتى الآن لم يتم إثبات أي شيء منها ولكن هذا يقين لدى العلماء الشيء الثاني أن هذه الأحياء قد تكون بداية قد تكون متطورة الشيء الثالث أنه لابد أن يحصل لقاء ذات يوم إما أن تتطور حضارتنا لدرجة تسمح لنا بالسفر عبر النجوم بطريقة ما كما في نظرية الثقوب الدودية مثلا أو هذه الكائنات تصل إلينا تكون متطورة جدا المهم ماذا يقول القرآن؟ أن هذا الذي يهمني أن هذه الاكتشافات العلمية يمكن أن تقرأها كل يوم قضية سهلة كل واحد يقرأ ما يشاء اكتشافات كثيرة جدا ولكن أنا الذي يهمني ماذا يقول الله عن هذه الحقائق؟ ماذا يقول القرآن؟ هناك آية في سورة الشورة دقيقوا مع أيها الأحبة الله عز وجل اعتبر أن خلق السماوات والأرض من معجزات الخالق قال عز وجل ومن آياته أي من معجزاته ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بث في الأرض؟ لا فيها لا فيهما دقق معي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما إذن كما أننا نرى الدواب مبثوثة على الأرض هي مبثوثة في السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث نشر وزع وما بث فيهما السماوات والأرض من داب طب أين لقاء هذه الكائنات وهو على جمعهم إذا يشاء قدر لم يقل إن يشاء قال إذا يشاء لأن إذا تعني التأكيد إذا وقعت الواقع ستقع إذا جاء نصر الله الفتح أتى نصر الله بالفعل إذا جاءك المنافقون بالفعل أتو فإذا نفخ في الصور سينفخ فعلا فإذا هنا للتأكيد إن قد يحدث وقد لا يحدث كلمة إن في اللغة يعني إن تدرس تنجح إن تدرس فعل الشرط وجواب الشرط كما تعلمون ولكن قد لا تدرس ولكن إذا قلت إذا درست نجحت أو ستنجح إذا هنا إذا تأكيد أنك ستدرس وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا الله يشاء وقدير أن يجمعنا معهم ولكن متى الله أعلم في أي زمن في أي عصر في أي جيل نعم ولكن أنا الذي يهمني كما قلت لكم التطابق الكامل بين الحقيقة العلمية التي نراها اليوم ويحدثنا عنها كل علماء الدنيا وبين القرآن الكريم لنزداد إيمانا الله سبحانه وتعالى قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لذلك خلاصة هذا اللقاء أن هناك كواكب كثيرة جدا شبيهة بالأرض تعد بالمليارات في الكون وربما مئات وآلاف المليارات طبعا أرقام كبيرة خيالية والماء منتشر في الكون بكثافة ونحن نعلم الله تعالى يقول قبل خلق الكون وكان عرشه على الماء إذن الماء موجود منذ القدم ويملأ الكون وبالتالي هذا الأمر علميا وقرآنيا صحيح لا تناقض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب والتجارب التي أجريت على النيازك تثبت ذلك وجود حياة بدائية في الكون وهو على جمعهم إذا يشاء قدر أنا أرى تطابقا كاملا بين الحقيقة العلمية وبين الآية القرآنية وهذا يثبت أن هذا القرآن كلام الله وأنه لم يحرف وأنه يطابق الحقيقة اليقينية العلمية وأن الله حفظه من التحريف وأنه معجز بنفس الوقت من كان يعلم هذه الحقائق في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق